اشتركوا في القناة وقال المتحدث باسم الوزراء عباس موسوي في تصريح مقتطب للتلفزيون الايراني ادل به مساء اليوم الثلاثاء ان ناقلة نفطية اجنبية تعرضت لعطل فني في مياه الخليج وتوجهت بطلب مساعدة الى الطرف الايراني واضاف موسوي ان القوات البحرية الايرانية قامت وفقا للقوانين الدولية بسحب ناقلة النفط الى احد الموانئ الواقع على مياه ايران بعد ان اطلقت طلب المساعدة وذلك لكي يتم تصليح السفينة وتابع ان الجانب الايراني لا يزال يقدم المساعدة الفنية المطلوبة للسفينة دون الكشف عن اي تفاصيل اخرى بما في ذلك حول الدولة التي تملك ناقلة النفط موشرا الى انه سيتم الاعلان عن مزيد من المعلومات لاحقا وافدت مصادر عدة ومواقع مختصة في متابعة حركة المياه البحرية في وقت سابق من اليوم بفقدان الاتصال بناقلة النفط التي تبحر تحت علم باناما منذ مساء السبت الماضي وخلال مرور عبر مذيق هرموس وكان من المقرر ان تصل السفينة الى ميناء الشارقة الاماراتية لكن ذلك لم يتم حتى الان فيما نفت الامارات رسميا الثلاثة ان ناقلة النفط تابعة لها وفي غضون ذلك اعتبر مسؤول من الوزارة الدفاع الامريكية في حديث لوكلة استودياش بريس ان ايران وراء اختفاء السفينة وسبق ان اثهمت الولايات المتحدة ايران بالمسؤولية عن الهجمات الاخيرة على ناقلات النفط في المنطقة وفي الاخير اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد وشكرا اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والتعليق ولكي يصلك كل جديد اشترك الان